بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة هو فيديو مش علمي هو فيديو مختصر المقصود بطلبة الدور التاني او السمر كورس طبعا رسال كتيرة جات لي للطلبة دول للأسف في حالة احباط نسمة دايقة احنا بنعيد الامتحان مرة تانية ايه الامل نعمل ايه طب نذاكر ازاي فكرة بمنتهى البساطة تعامل كأنك اول مرة بتدخل الامتحان خلي عندك ثقة بنفسك عشان الثقة تبقى موجودة لازم نبقى عارفين احنا غلطنا في ايه غلطنا في ايه سواء مذاكرة نظري او MSQ او عملي لكل جزئية ليها خصائصها المميزة مثلا لو انا ما بعرفش اكتب تحريري كويس بطيء في كتابتي او الافكار موجودة جوايا بس انا مش مرتبها كويس لازم ترتب الافكار لكل سؤال حل اسئلة امتحانات كتيرة مفيش مشكلة كل امتحان وكل سؤال تعرف النقاط الرئيسية اللي احنا عاوزينها في كل سؤال ده مهم جدا حاجة تانية طب لو انا ما بعرفش احل MSQ لا احل من كتب متعددة من مصادر سواء في كليتي او على النت ده مهم جدا حيديه لك الثقة طب لو انا مشكلتي كانت عملي مش قادر اعمل براكتكال كويس او العملي عندي في مشكلة وأنا بحل الشيت في بعض الكليات برضو مفيش مشكلة في فيديوهات عملي موجودة في القناة في اسئلة كتيرة جدا عاملينها على العملي تقدر تشوفها للمتابعة قصدي كل مشكلة ولها حل مفيش حاجة اسمها انا اتقصرت او مفيش امل لا اللي بيعمل الامل انت في يوم من الايام هتبقى دكتور شاطر عشان تبقى دكتور شاطر لازم اساسياتك تكون كويسة مش مشكلة ان انا ما توفقتش في امتحان العبرة بالقادم ازاي اننا نقدر اواجه ده مهم جدا لازم اذاكر بالتسميع علشان مسرحش في ناس تذاكر بالكتابة لكن لو سمحت ما تذاكرش بعنيك موضوع انت اساسا مش هضمه كويس دي نصيحة مهمة جدا وانا على ثقة ان اي طالب بيشوف الفيديو ده ايا كان من اي دولة هو طالب شاطر لانه دخل كلية الطب لازم تكون الثقة موجودة اولا في نفسك وتذاكر صح ربنا حيوفقك وحتلاقي نتيجة هذا المجهود في المستقبل ان شاء الله خلي بالك انت ممكن تتعرقل مرة لكن العبرة اقوم وكمل وما اركنش للاحباط وما سمعش الناس اللي بتقول لي مفيش فايدة مفيش حاجة اسمها مستحيل تقدر وان شاء الله هتقدر تثبت نفسك وافتكر الشعار اللي الاجانب دايما بيقولوه واحنا مش اقل منهم نعم 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 نعم